واجه أكبر حزمة عقوبات في التاريخ وفردت عليه قيود لم يسبق أن شهد العالم مثلها ومع ذلك تمكن الاقتصاد الروسي من الصمود حتى هذه اللحظة صحيفة الإيكونوميست أشارت إلى أن الانهيار المالي الذي كان الغرب يراهن عليه لم يحدث وها هو الاقتصاد الروسي يتجه هذا العام للنمو بنسبة تصل إلى 2.6% بعد أن كان قد نمى بنحو 3% خلال عام 2023 مستفيدا من الانفاق العسكري الضخم والجهود التي اتخذت لتحفيز قطاع الانشاءات في البلاد ولا يبدو أن الشركات تواجه أي صعوبات في الاستمرار بدليل تراجع معدل إغلاق الأعمال التجارية إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات بعد أن تمكنت الشركات الروسية من إنشاء سلاسل توريد جديدة بحيث بات أكثر من نصف والدات السلع في روسيا تأتي من الصين وحتى التضخم الذي لا يزال يتجاوز 7% على أساس سنوي وفقا لأرقام شهر يناير لا يبدو أنه يثير القلق في ظل التوقعات التي ترجح بدء تلاشى الضغوط التضخمية بعد أن أصبحت موسكو أكثر استقلالية واكتفاعا ذاتيا في إنتاج الغذاء على وجه التحديد ومع ذلك لا يزال طريق الاقتصاد الروسي محفوفا بالتحديات ولعل أهمها عودة التضخم للارتفاع من جديد في حال هبوط الروبل الروسي واحتمالية تراجع أسعار النفط التي تشكل مصدر دخل الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد اشتركوا في القناة